شهد مساء اليوم الطريق الوطني رقم 3 بإقليم بلدي تعين يقود حديث مرور مميت خلف وفاة طفلين يبلغان من العمر سنتين وست سنوات على التوالي بالإضافة إلى إصابة أربع أشخاص أخرين تتروح عمرهم بين ثلاث سنوات واثنين وسبعين سنة وهذا جراء انقلاب سيارة سياحية كان على متنها الضحايا حيث هرعت ما صلحنا إلى عين المكان وقامت بإسعاف المصابين بعين مكان تحويلهم لإعيادة المدينة فيما حولت جثتي الطفلين إلى ذات المؤسسة الاستشفائية وفي الحوادث دائما توفي شخص يبلغ من العمر 63 سنة بعدما دهسته شاحنة على مستوى بلدية عزيل عبدالقادر بضائرة الجزار وشهد الطريق الوطني 88 بمدخل سيدي معنصر حادث إصابة ثلاث أشخاص بعد دهست سيارة سياحية كان على متنها الأشخاص لقطيع ميناء الماعز مع تسجيل نفوق ثمانية رؤوس ميناء الماعز وتدعم صلح الحماية المدنية المواطنية لتوخي الحيطة والحذر وعدم الإفراط في السرعة اشتركوا في القناة